أريام أسفة وإلياس فتس أهاتسيون هم طلاب في مدرسة ويزرو تاتوس الابتدائية الموجودة في أكسوم يقولون لا يمكنهم الالتحاق بالدراسة بسبب عدم موجود المعدات التعليمية لدينا فقط بعض دفاتر الملاحظات التي كانت لدينا قبل الحرب ليس لدينا أي كتب علاوة على ذلك فإننا نجلس على الأحجار للتعلم ولوحة الطباشير صغيرة جدا بالنسبة لطلاب الصف الأول ويمكنك أن ترى أن الفصول الدراسية قد نهارت تماما نحتاج أن نتعلم في صفوف دراسية في حالة جيدة لأنه من حقنا مثل بقية الأثيوبيين في المقام الأول نحن نجلس على حجر للتعلم وصفوف الدراسة صغيرة جدا وثانيا إن لوحة الطباشير لدينا صغير بالنسبة لنا حيث من المفترض أن نتعامل مع الدراسات المعقدة وفقا لدرجاتنا باختصار نحن نتعلم في بيئة غير مرحبها وبالتالي نحن بحاجة إلى التعلم في بيئة مناسبة والتي تحتوي على مواد تعليمية كافية وأضاف الطلاب أيضا أنهم أجبروا على فقدان لمحة أمل من الأمل الذي حصلوا عليه بعد استئناف المدارس في تيجراي وذلك بعد الحرب التي شنت والتي تسببت بتوقف لثلاث سنوات متتالية أنا الآن أتعلم في الصف الثامن بينما كان ينبغي أن أكون في الصف الحادي عشر ولأن كان لدي خطة كبيرة للمستقبل ربما لكنت قد أنضممت إلى مدرسة ثانوية رفيعة المستوى الآن لكن خطتنا الكبيرة دمرت كنا طلاب في الصف الثامن ونتوقع أخذ الامتحانات الوطنية قبل الحرب ومع ذلك ما زلنا نتوقع أخذ الامتحان حتى الآن وبالتالي فإن الأعوام الثلاثة كلها أهدرت بالكامل ويقول أن ألماز تقنية وألمان يوهانس وهم معلمان في مدرسة ابتدائية أنه يجب على الهيئات المعنية أن تلعب أدوارها في إعادة بناء النظام التعليمي المنهار في تيجراي حيث يقولان أنهما يقومان بأدوارهم على أكمل وجه في أن يكونوا أساتذة وأطباء وأنواع مختلفة من العلماء ومع ذلك فأننا نواجه وضعا صعب للقاية لإنجاز مهمتنا ليس لدينا حتى كمية كافية من الطباشير للكتابة على الصبورة على الرغم من النقص في المواد التي لدينا فإننا نبذي القصار جدنا لتعليم هؤلاء الأطفال حتى يتمكنون من الوصول إلى مكان أفضل ومساعدة مجتمعهم ومن ثم فإن مسؤولية الجميع بدءا من الإدارة هي مساعدة هؤلاء الطلاب لأنها تتطلب الكثير من الطاقة والجهد لعادة بناء تعليم تقرأي تدعو رئيسة المكتب التعليمي في أكسومت أقا قبر مسئل جميع الهيئات المعنية لمساعدة الطلاب على الحصول على المعدات التعليمية لأنه وفقا لها فهي في حاجة إلى مواد مدرسية لدينا حوالي 12 ألف طالب ليس لديهم أي مواد تعليمية هناك مدارس لا يوجد بها فصول دراسية ولوحات السبورة هناك أيضا مدارس نفذت منها الأوراق من أجل القيام بأعمال عملية التعليم والتعليم مثل تسجيل الطلاب ومنحهم أوراق امتحانات حتى بعد شهر من استئناف المدارس في تيقراي ومن ثم فإن الحكومة الفدرالية والهيئات المسؤولة التي توسطت في اتفاق السلام يجب أن تساعدنا